نتواجد الآن في مبنى قلعة القاهرة بعد تسليمه من قبل اللجنة الرئاسية المكلفة لقوات الوحدات الخاصة المكلفة بحماية هذا المبنى يأتي هذا الاستلام والتسليم تنفيذا لبنود الاتفاق التي قضت بتسليم كافة المباني والمنشآت الحكومية للوحدات الأمنية الخاصة هذا المبنى الذي كان باستلام الوحدات العسكرية في كتاب بالعباس التابعة لقوات اللواء 35 مدرع أيضا في هذا اليوم قرأت استلام مبنى الأمن السياسي وتسليمه للوحدات الأمنية المكلفة بحمايته أيضا كما أفادت اللجنة الرئاسية بأنه سيجري في المرحلة القادمة استلام مبنى النادي تعز السياحي وأيضا موقع جبل الإخوة من قبل وحدات العسكرية التابعة للواء 22 ميكا إذن هي خطوة في الاتجاه الصحيح تحسب للجنة الرئاسية المكلفة من قبل رئيس الجمهورية باستلام كافة المباني الحكومية وأيضا لإنهاء حالة الصراع المسلح التي كانت تدور من وقت إلى آخر في شوارع المدينة وأيضا سيتجه الجميع بعد ذلك للاستعداد لمعركة تحرير مدينة تعز والخلاص من الميليشيات الإنقلابية والإعداد لهذه المعركة التي ينتظرها الجميع لتخليص المدينة من جحيم الميليشيات الإنقلابية حمزة أمين قناة بلقيس من مبنى قلعة القاهرة في محافظة تعيش